مرحبا بكم جميعا و أهلا بكم بحلقة جديدة على قناة المعرفة العربية لتعلم السويدية معكم خالد مثل العادة و اليوم دي رح يحب فيكم بالدرس الثالث عشر من حصة أوصف تعلم اللغة السويدية اليوم نحن نتعلم كلمات جديدة مختصة بالاهتمامات جملة جديدة مختصة بالتعبير عن النفس لحن نتحدث عن الاهتمامات تبعنا لرفعاتنا و كمان بالسوقات لحن نحكي عن أوقات الفراغ بالسويد أو النشاطات اللي نحن فينا نعملها هون كمان آخر شيء اللي نحن نعمل و نحن نجاب على سؤال أنتو ترقينوا بالتعليقات أسفل الفيديوهات السابقة فإذا ما عملتوا هذا الشيء تركوا هلأ السؤال أو إذا طالي معكم السؤال خلال الحلقة فكمان تركوا تحت التعليقات لجاب عليه بالمستقبل كمان لا تنسوا أنتو فيكم تنتسبوا لمحطة المعرفة العربية و لتصيروا أعضاء فيها لحتى تقدروا تساعدوا القناة تكبر أكتر وأكتر نستمر بهذه السلسلة كمان و كمان لا تحصلوا على ملف بيحتوي على كل المعلومات اللي موجودة بقلب كل درس من هدول الدروس بقلب هاي السلسلة بيحتوي على المعلومات زائد الأمثلة زائد الترجمة كله محطوط بقلب ملف بيدي اف واحد فهلا من دون تأخير فورا خلينا نبلش بالكلمات الجديدة اليوم المختصة بالاهتمامات فخلينا نبلش أول كلمة اليوم هي فريتيد يعني وقت الفراغ هوببي يعني هواية انترسة يعني اهتمام مخونيرة يعني يتمرن أو عم يعمل شوية نشاط بدني يعني عم يحرك حاله كمان احنا فينا نقول ايد روطة يعني يمارس الرياضة سبورتيج يعني رياضي وهي اللي احنا منقولها يعني على شخص احنا منوصفه انه هو رياضي اوتفليكت اوتفليكت يعني نزهة مثلما الواحد يطلع شوية مشوار قصير بالعادة منقول ان احنا يعني انه احنا طالعين نزهة تافلة يعني يتنافس وعننا تافلينك تافلينك يعني منافسة ييقب يعني يستسلم فينا يروح فرلورة يعني يخصر ماتش يعني مبارا رزلطات نتيجة خاك يعني شطرنج باسكت يعني كرة تسلي فوتبول فوتبول كرة القدم مول مول هدف ريدنينك ريدنينك يعني ركوب الخيل يوغا يوغا يوهرول سيما سيما يعني يسبح يما يما يعني يذهب للنادي الرياضي عم يروح يتمرن بالنادي خيد آكنيك خيد آكنيك يعني ممارسة التزلوش فيسك فيسك يعني صيد السمك فيسك سبا فيسك سبا يعني صنارة صيد كورت ليك كورت ليك يعني شدة تور تور دور أو حظ وآف يورت وآف يورت يعني غير أنه مو خالص أو لحنا كمان فينا نقول أنه متعادل بسل بسل وحجية أو بزل سم ند سم ند يعني خياطة أو حياكة بس هي أكتر ما يليل خياطة موت لاغنينك موت لاغنينك يعني طبخ لاغنينك لاغنينك قراءة ريتا ريتا يعني يرسم سكيسا سكيسا يعني يرسم بشكل خفيف مثل أنه شوي عم يرسم بألمة للرصاص عم يخطط مولا مولا يعني يلون أو يطلي براد سبيل براد سبيل يعني ألعاب الطاولة فوتوغرافيرينك 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 يعني التصوير هستوريا هستوريا تاريخ شوبة شوبة يتسوق بوليتيك 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 سياسة بروغرافيرينك بروغرافيرينك يعني البرمجة ميديتاخون ميديتاخون يعني تأمل سيكلا سيكلا يعني يقود الدراجة الهوائية دعطو شبيل يعني لعبة حاسوب وبعدين في سبيل لغيتار أو سبيل لبيانو يعني أنه يعزف الگيتار سبيل لغيتار أو أنه يعزف البيانو سبيل لبيانو بعدين يعني يذهب للسينما يعني التخيم يعني التخيم يعني الحياكة يعني الكلمات المتقاطة اللي احنا ملاقيها بالجريدة يعني تناول الطعام خارجا مثلا بالمطعم وعدين في عنا ريسة يعني يسافر اوكي هل حانوات لحتى نتعلم الجمال الجديدة اليوم اللي هي مختصة بالتعبير عن النفس فمثلا احنا فين نقول او نسأل حدا ماذا تفعل انت بوقت الفراغ مثلا يعني احمد انت شو بتحب انك تعمل بوقت الفراغ احمد والمتقاط خارجا والمتقاط حدا وجمال 2000 الى بعدها هي كما تفعل انترسم وحبابي ما تفعل انترسم وحبابي يعني بلدك من الحوايات أو احتمامات طبع انحوايات هي حبي انترسم هي الهتمامات مثلا وحالة نصال لجملة لبعدها وحالة نصال لجملة لبعدها تابة يعني يخصر الهتمام يعني هي خصرة الهتمام لحتى تعزف موسيقى والجملة اللي بعدها هي أن يكون متلهف لي طبعاً، تتحول حسب تصير أر أو أر مثلاً يعني أنا متشوق ومتلهف جداً بإني بو أط prova أني جرب نغط نيط شيء جديد ولكن أنا لسا لدي ولا أدراك أن أش بدي أعمل من يجب أن أعلم من يجب أن أعلم ولكن بعدها لدينا الجملة كيف يمكن أن أعلم من يجب أن أعلم لدينا الجملة كيف يمكن أن أعلم بطلع نتاتي يعني أنا لا أحب بالضرورة كثيراً أني أنا أتسوا يجب أن أشقق وحفظ يجب أن أتساب أنا أحب بالدر من التاليك إستألت أني حاند لحد نتاتي انني استرامل الإنترنت لدينا الجملة يعني في وقت الفراغ اعطاد انا ان på fritiden brukar jag مثلا på fritiden brukar jag studera svenska och öva på att prata med andra يعني بخلال وقت الفراغ brukar jag studera svenska och öva på att prata med andra وني تمران على اني احكي مع اناs jag är intresserad av jag är intresserad av jag är mycket intresserad av sport och matlagning jag är mycket intresserad av sport och matlagning jag hatar jag hatar jag hatar politik jag tycker om ekonomi istället och بعد en feljumla jag står inte ut med jag står inte ut med مثلا jag står inte ut med min chef längre jag vill säga upp mig jag har inte ut med رب عملي بعد الآن och بعد ذلك med min chef längre jag vill säga upp mig بعد en feljumla jag tycker om att يعني هل تحب انت en هو سؤال tycker du om att مثلا tycker du om att spiel eller court spiel يعني هل تحب انت انك تلعب العب طاولة او لعبة تشدة tycker du om att spiel brad eller court spiel ok كثير تمام här حال حال حتى نصل الفقرة الثالثة اليوم التي تكلم السويدية سوف نحكي عن الاهتمامات مع رفقنا فهذه حصيرة نحن نرى محدثة بين شخصين هنا رفقات وهلا بيجي اول شخص بيقول vad gör du efter jobbet ماذا تفعل انت بعد العمل tycker du om att jimma eller yoga هل بتحب انت انك تروح للجيم او انك تروح تركض شوي وهلا بيجي شخص التاني بيقول efter jobbet så är jag helt slut och orkar inte göra mycket فور jag har nyligen börjat studera igen يعني بعد العمل فأنا helt slut خالص تماما يعني ما عندي abda ta och orkar inte göra mycket och ma عندي ta la att 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 ta l l anna anna mؤخera bale att dres mjda dda och mhalla bnär 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 vad brukar du göra du jag håller på att lär med svanska så jag är också en student att jag har jag har att lär svanska och att att är att jag jag är att att jag är också en student men har att 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 häl 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 أنا بخلال العطل بأعتد أني يعني أني أطلع معرفةتي مع مياه كمписر ثم بدل من ذلك إذا أنا بالبيت så بريكر يجب أن أشعر من رجل أو تي تيك إذا أنا عوضا عن ذلك إذا أنا كانت بالبيت إذا أنا أشعر فأنت أشعر إذا أنا بأعتد أني يجب أن أشعر كتاب فأنت رجل يجب أن أشعر إذا أنا بريك أو أن يتطلع التلفزيون. شاهد التلفز. وهلا بيرجع الشخص الاول كمان بيرجع بيقول يعني نعم نفس الشي هون يعني انا بعمل نفس الشي. وكذا كان صبرا افتر سكولا. مؤخرا انا بلشت اني هرويل بالمسويات. وهذا الشي بيحس انه بيعطيني احساس رائع صوبرا بعد المدرسة. افتر سكولا. ولا بيرجع بعلي شخص التاني بيقول له برا فور داي. يعني جيد لالك. انا اود ايضا اني بلش اتمرن باريا ترينة في يوم الايام. ربما بعد ما اني انا خلص او كون خلص من دراساتي. ومهلا بنرجع شخص الاول بيقول برا idé. Jag har träffat ان kollega som ترينare mycket. وك har انه باا الان اكتف نفس. بي ترينار tillsammans. كنش فردو فعله اميد نون دا او دو فل. يعني انا اتبى بي زميل. این kollega. الى هوا بي تمرن كتير. وهو ها عندو كتير نوعية تحياة. او لحنا من تمرن مع بعضنا البعض. بي ترينار tillsammans. ربما انت بدك انو تلحقنا او تيجي معنا يوم الايام اذا انت بدك فول يميد فول يميد يعني انو تيجي معنا فتخريلوك انو كلمة واحدة ومهلا شخص التاني بيقولو يعني ذلك يبدو جيدا يعني انا اريدو ايضا ان اجرب جرب اني صيد سمك من انا اريد فر ادفرق لتسفورت ولكن انا خايف فر دفرق لتسفورت لانو هي شوين بينا عليها شوين صعبة شغلت انو واحد صيد سمك ومهلا هم بيقولو في كان وانتا بو فنت وادر وكسيدا كان في غو او كفزكا انا انتظر لحتى يجي انو الفنت وادر انو الجول جيد وبعدين بعد هذا الشي كان في غو او كفزكا فين الروح وصيد سمك انا فين يساعدك لانو انا عندي من الاصل انا انو معدات الصيد ومهلا هو بيقولو سبنان ده يعني رائع ده كان في ابسلوت فين انا عمل هذا الشي بالتأكيد اوكي الحلوات اللي حتى ناخد مكان الشخصين وانتو تاخدو مكان الشخص الاول تقروا الجمل تبعو ناخد مكان الشخص التاني فابل شب رائع تهي لشمله افتر jobbet اوكي 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 ا . Bra för dig! Jag skulle också vilja börja träna någon dag. Kanske efter jag är klar med mina studier. Det låter bra. Jag vill också prova på att fiska, men jag är rädd för det verkar lite svårt. . 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 Och har olika intressen. Men ett vanligt sätt att uttrycka oss är genom att hitta vänner som tycker om samma saker och har samma intressen som oss. Det kan vara lite svårt i början men det är utan tvivel viktigt eftersom vi utvecklar oss genom att dela idéer med varandra. Det finns oändligt antal föreningar, kurser och grupper där du kan få träffa andra människor som har samma intressen som du har. I Sverige är det vanligt att gå på kurser, i sönderhet, kvällskurser för att hitta nya vänner. Ibland måste man våga göra det eftersom det lönar sig när man får träffa nya människor och utveckla sig själv samtidigt. Och det gör att man inte har någon hobbies eller mig kommer göra det som du har för att dör look. Observer Mein dart. Okej, ev freely fram att vi ryckte innan vi gå vidare till den länarna och väl klarma oss på nåt kommerna srika. Vad préf sensitive tynd krada gör att man skaADR på mycket alk shvan? A trickt du har passbå eller tankar med romyblões eller balsест? A och tg du vill haогri naucldet genom reinst kunten av olika delor. المفضلة عندك او الكرسي المفضلة عندك تشرب شوية اهوة دافية وانك تقرأ كتاب بينما هي عم تمطر بغزارة. لحنا الناس مختلفين وعن اهتمامات مختلفة بس طريقة اعتيادية لحتى احنا نعبر عن انفسنا هي عن طريق انه اللي احنا نلاقي رفقات اللي هنه بيحبوا نفس الشغلات وعندهم كمان نفس الاهتمامات تبعنا. يمكن تكون شوي صعبة بالبداية ولكن هي من دون شك مهمة. لانه احنا منطور انفسنا عن طريق انه احنا ديالا انه نعمل مشاركة الافكار تبعنا مع بعضنا البعض. بعدين هون انا عم بحكي انه يوجد عدد لا نهائي من الجمعيات والكورسات والمجموعات اللي هونيك الواحد فيها يروح ويلتقى بناس ثانيين اللي هنه عنده نفس الاهتمامات اللي انت عندك ياهون وانت عندك ياهون. بالسويد هو من الاعتياد انه الواحد يروح على كشات بالاخص كشات المسويات بيسموهن او كفلس كشر يعني اللي بيعملوهن الكوش الواحد اللي بيعملوه بعض الشغل. لحتى الواحد يلاقي رفقات. في بعض الاحيان لازم الواحد يتجرى فوقا انه يفعل هذا الشي لانه ده لنرشاي. ده لنرشاي يعني انه الواحد بيكتسب الواحد بيربح من هذا الشي لما الواحد بيلتقى بي ناس جداد وبيطور من نفسه بنفس الواحد سامتي ديت. اذا انت ما عندك او انت ما عندك ولا هواية يعني ولا هواية ففيك او فيك دائما تفكروا فنديرا بها انه انتو شو بتحبوا وتعاملوا. فعلمتكم من اهتمامات. فعض الظهار فور انترسا. وهذا الوقت لحتى نجواب على سؤال انتو تركينا بالتعليقات اسفل الفيديوهات السابقة. انت علم السويدية واليوم هو جاينا من اماني. هي عم تقول كيف ينا نستعمل كلمة فورا. فورا بكل بساطة بتعني انه سيكون. مثل المستقبل الماضي او وضع افتراضي. مثلا ده فورا برا ام دو كونده كما هيت اضاق. يعني لكان من الجيد اذا انت فيك تجي اليوم لهون. كما هيت اضاق. فلا كان من الجيد ده فورا برا. يعني فورا متل سوف يكون. لازم نيجي لها سكولة فارا. سكولة فارا كمان ترجمتها لحتكون سيكون. وازا حطيناها بنفس الجملة مشان تبدل فورا فبتصير ده سكولة فارا برا ام دو كونده كما هيت اضاق. يعني سوف يكون من الجيد اذا انت فيك اذا قدرت انك تيجي لهون اليوم. فتماما نفس الجملة اللي احنا شفناها من قبل فورا وسكولة فارا هنة تقريبا تسع وتسعين بالمئة نفس الشيء. يعني بدلا ما الواحد يستعمل سكولة فارا فيه يستعمل فورا. ودلا ما يستعمل فورا فيه يستعمل سكولة فارا. اسموها الكل القصة. فورا كمان ممكن تجي بترجمة لو كنت. يعني لو كنت محلك بوضع افتراضي او وضع خيالي. اذا انت انا كنت بدلاك او انا كنت محلك او انا كنت متلك. ام يوك فورا سمدو. لكن انا وفعت. سكولة يوك اكسبتيرا. بس شيء مهم بدي يكن تأكدوا عليلي هو انه لما تجي فورا بترجمة لو كنت او يعني وضع افتراضي فوقتها لح تجي معها ام بمعظم الحالات يعني ام اذا انا هون عم نحط شرط اذا انا كنت محلك او انا كنت متلك سكولة يوك اكسبتيرا. فاتذكروا انه فورا لو كنت تجي معها ام بمعظم الاحيان في غير هالحالات سكولة فورا وفورا هنه نفس الشي. شكرا كتير على مشاهدة حلقتاني على قناة المعرفة العربية تعلم السويدية. كما كم خالد فيكم تشتركوا بالقناة بالضغط على زر سبسكرايب اسفل هذا الفيديو او والضغط على منتصف الشاشة. لا تنسوا اتحقوا من قناة المعرفة العربية على جميع وسائل التواصل الاجتماعي لكلمات يومية. فيكم تضغطوا على يسار الشاشة للدرس اللي قبل هذا يمين الشاشة لدرس عشوائي.